بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان النشر والتحليل الرابعة متوسطة رقم سبعة لأن باقية الأرقام موجودة على قناتنا في اليوتيوب قال لتكون العبارة الجبرية A تساوي كم؟ تساوينا ثلاثة X ناقص إثنان لكل مربع ناقص X زائد واحد لكل مربع أنشر ثم بسيط العبارة A كسؤال أول السؤال الثاني حلل العبارة A إلى جداء عاملين كل منهم من الدرجة الأولى يعني فيها X الأول فيه X والثاني فيه X قال حل المعادلة 3X ناقص إثنان لكل مربع ناقص X زائد واحد لكل مربع يساوي السفر لو نلاحظ أبناء إلى هذه الكلمة أنها نفسها A يعني وكأنما حل المعادلة A يساوي السفر إذن لننطلق على بركة الله أول سؤال قال قلنا ماذا قال قال أن أنشر ثم بسيط العبارة A إذن نكتب هنا واحد نشر وماذا وتبسيط ماذا العبارة التي اسمها A لاحظوا سوف نأتي بالعبارة A ها هي أمامكم انظروا هكذا لو ندقيق إلى العبارة A يا أبناء إنها العبارة هذا الحد الأول إنه متطابق الشهير رقم كم رقم إثنان لهو يكتب على هذا الشكل لهو A ناقص ب يساوي إذن A ناقص بالكل مربع يساوي إنها مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص ذائع في الجداء لهو إثنان A B تعالوا الآن ننشر هذه القيمة على أساس هذا القانون فتصبح لنا X ثلاثة X ناقص إثنان الكل مربع يساوي أين الأ او أين البي ها هو البي اللي هو الإثنان فتصبح لنا مربع ثلاث X لما نربع تصبح لنا 9X مربع زائد مربع الثاني ما هو مربع الإثنان هو الأربعة ناقص إثنان في الأ الأ هو 3X والب gut هو الإثنان فتصبح تساوي لنا كم 9X مربع زائد 4 وهذا في هذا كم 6 6 في إثنان تصبح لنا ناقص إثنى عشر إكس هذه ما هي إكس ثلاثة إكس ناقص إثنان الكل مربع هذا النشر للعبارة الأولى نأتي كذلك الآن أبنائي إلى هذه القيمة إنها المتطابقة الشهيرة كم إنها المتطابقة الشهيرة واحد التي نصها يقول A زائد B الكل مربع يساوي لنا مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعف الجداء لهو إثنان A B نأتي بها أبنائي أمامكم ثم لا ننسى أنها سبقت بناقص إذن ها هي أمامكم تعالوا الآن نقوم بنشرها طبقا لهذا القانون فتصبح لنا ماذا يقول أحدكم أين الـ A ها هو الـ A وها هو الـ B فتصبح لنا تصبح تساوي مربع الأول زائد مربع الواحد لهو الواحد زائد ضعف الجداء لهو إثنان في A لهو إكس في الـ B لهو واحد فتصبح تساوينا إكس مربع زائد واحد ناقص أعفوا زائد هنا زائد نعتذر أعتذر أبنائي زائد قلت إثنان إكس الآن بعدها سوف نقوم بعملية الجمع ما بين النتائج التي وجدناها فماذا نجد يا أبنائي نجد هكذا آه يساوي الآن عبارة الأولى ها هي سوف نكتبها اللي هي تسعة إكس مربع زائد ماذا؟ زائد ماذا؟ زائد أربعة ناقص إثنى عشر إكس ثم العبارة الثانية لا تنسوا أنها سبقت بناقص فالناقص إذا وضعنا هنا ناقص فيؤثر هنا ناقص وهنا ناقص وهنا ناقص وهنا ناقص كل الأمور تصبح ناقص لأنه الناقص يغير الإشارة فنكتب الآن ناقص إكس مربع ناقص واحد ناقص إثنان إكس لم أفعل شيء إنما أدخلت الناقص على الحد الثاني فأصبح لنا آ يساوي عندنا هذا مع هذا اللي هو تسعة إكس مربع وننقص لها إكس مربع تصبح لنا ثمانية إكس مربع ثم عندنا هذا مع هذا ناقص إثنى عشر ونضيف لها مرة أخرى ناقص إثنان تصبح لنا ناقص أربعة عشر إكس وعندنا هذا مع هذا اللي هو أربعة وننقص له واحد تصبح لنا زائد ثلاثة هذا هو النشر الأ بأبسط طريقة فقط يا أبنائي بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الثاني قال حل العبارة إلى جداء عاملين كل منهما من الدرجة الأولى إذن نكتب ثانيا تحليل العبارة ما هي إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى لما يقول معادل إلى جداء عاملين كل منهما من الدرجة يجب أن يكون الطرف الأول فيه الاكس والثاني في الاكس. هكذا حتى تعلموا هذه الامور. نأتي اولا بالا ها هو امامكم. ودقيقوا معي. هل يوجد مشترك ما بين الحدين? يقول احدكم اين الحد يفصل بينهما الناقص والزين. اذا لاحظوا هذا مهما فعلنا وهذا مهما فعلنا لا يوجد بينهما عام المشترك. لكن اذكركم بمتطابقة شهر رقم ثلاثة التي تقول ا مربع ناقص بمربع. يقول احدكم اين ال ا? هذا كليا ا وهذا كليا ب. لاحظوا. ماذا تقول القاعدة يساوي ان ا زائد ب? في ماذا? في ا ناقص ب. هذا هو التحليل العبارة لما تكون من حاجة الثالثة. من متطابقة شهر رقم ثلاثة. اذا نأتي الان ها هو ا اذا نصبح لنا ا يساوي ثلاثة اكس ناقص اثنان. زائد. ماذا زائد? نضع هنا زائد. ب. ها هو قلنا ب. لهو كم? لهو اكس. زائد واحد. في ماذا? في ا. ها هو كذلك نفسه ال ا. هذا اللي هو ثلاثة اكس. ناقص اثنان. ناقص. ونفتح قوس صغير. ناقص ب. ها هو الب. اللي هو اكس زائد. ماذا? واحد. اكس. زائد واحد. هكذا. ونغلق القوس الكبير. الان ما علينا الا حساب ما بداخل الاقواس. فتصبح لنا ا يساوي. عندنا اكس مع الثلاثة اكس. تعطينا اربعة اكس. وعندنا ناقص اثنان مع الواحد. تقول القاعدة اذا وجدنا عدد سالب وعدد مجاب نأخذ اشارة الاكبر بالقيمة المطلقة. ثم نجعل عملية الطرح. اللي هو اثنان ناقص واحد. اللي هو واحد. في ماذا? عندنا هنا ما علينا الا ان نحذف الاقواس كما تشير ونغير الاشارة. تقول القاعدة اذا دخل الناقص على حدود يغير كل اشاراتهم. فيصبح لنا ثلاثة اكس ناقص اكس. اللي هي كم? اللي هي اثنان اكس. وناقص اثنان وناقص واحد. ليس فيه. عند الناقص اثنان ونوضيف له مرة اخرى ناقص واحد. سبح لنا ناقص ثلاثة ونغلق هكذا. هذا والتحليل. اه الى جدائع من الدرجة الاولى. ها هي الدرجة الاولى. اللي هي اكس. بهذه البساطة فقط يا ابنائي. نأتي بعدها الى السؤال الاخير قال حل المعادلة. اذا نكتب ثالثا حل المعادلة التي اعطيت لنا. ها هي عبارتها امامكم يا ابنائي لاحظوا جيدا. الا تلاحظون ان هذه القيمة هي ا? قلناها في الاول انها ا. اذا ا ا كأنما قال حل المعادلة اي ساوي السبرا. هل نستعمل العبارة المنشورة ام العبارة المحللة? سوف نستعمل العبارة المحللة لان العبارة المنشورة من الدرجة الثانية وهذا ليس مستوى السنة الرابعة متوسط. نقول تساوي السفر. اذا تصبح نستغل قلت عبارة تحليل. لها اربعة اكس ناقص واحد في اثنان اكس ناقص ثلاثة يساوي لنا كم? يساوي لنا السفر. تقول القاعدة اذا كان عندي جداء عددين ا في بي يساوي السفر. اما يقول احدكم اين ال ا? ها هو ا? وها هو بي. فان اما الاول ا يساوي السفر او ال بي هو الذي يساوي السفر. ما معناه? معناه ابنائي اما اما اربعة اكس ناقص واحد هو الذي يساوي السفر او هذا اثنان اكس ناقص ثلاثة هو الذي يساوي السفر. ننتبه الان لنكمل السفر فقط. اذا نكتب هنا اي هذا ينقل الى الطرف الاخر في يصبح لنا اربعة اكس يساوي. بما انه ناقص واحد اذا نقل الى الطرف الاخر يصبح لنا واحد. بما انه هنا اربعة في اكس تقول قاعدة اذا. لاحظوا جيدا اذا انتقل كان جداء عددين. ونقل ال احد الى الطرف الاخر عليه ان يحذف من هذا المكان هكذا. ويكتب في هذا المكان هنا اربعة. اذا ها هو الحالة الاول. اكس يساوينا ربع. نأتي الان الى الاخر. لهو ننقل هذا الى هنا. فاصبح لنا اي اثنان اكس. لما انقل العدد ثلاثة. النقص ثلاثة الى الطرف الاخر يصبح لنا ثلاثة. لكن بما ان هنا في اذا نزع من هذا المكان الفي معناه يأتي الى هذا المكان. فتصبح لنا حلول. هذه المعادلة هي اكس يساوينا ربع. واكس يساوينا ثلاثة على اثنان فقط. يا ابنائي وفي الاخر الابناء وبناتي الاعزاء اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو. كما ارجوكم لا تنسوا بالدعاء لنا بالصحة والعافية. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك. ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته. شكرا